عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي ينفي مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما ثجاجا لنخرج به حبا ولباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا أسهرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيبا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين بفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا جهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أعطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن لغوا الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ما أبعا إن آذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المروح ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا قلوب يومئذ وأجفا أبصارها خاشعا يقولون أئنا لمردودون في الخافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى فأرىه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان مأسعا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المؤوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المؤوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يربثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنى صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه أجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وأجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عنمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي كوة عياد ذي العرش مكين مطوع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الويب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها ينسى نمع ضرورك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد لك في أي صورة ما شاء ركبك كنا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِ إِلِّ اللَّهِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُطَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينَ وَمَا أَدْرَى كَمَا عِلِّيُونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ يُسْطَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَابُهُ مِسْكٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مِنْ قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ مِنْ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرُضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَذْحًا فَمُلَاقِيهَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّا لَنْ يَحُورًا بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْصِمُ بِالشَّفَاقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَاقُ وَالْقَبَرِ إِذَا اتَّسَاقُ لَتَرْكَبُونَّ طَبَقًا عَنْ طَبَاقُ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّذْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود أُتْنَ أَصْحَابُ الْوَخْدُود أَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُود إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِينَ هُمُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبلغ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أزاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبن السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله غثى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يسرك للأسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها لا يحيا قد أفلح ما تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبا تصلى نارا حاميا تسقى من عين آليا ليس له طالهم إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لساعيها راضيا في جنة عاليا لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جاريا فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظروا ليلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعادا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نجاب الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونحمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الزكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لئن يقدر عليه أحدا يقول أمنكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبه وما أدراك من العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم في مسعبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مأصادا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشا والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدقه الحسنا فسنيسره لليسرا فسنيسره لليسرا وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والبولى فأنذرتكم نارا تلغى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأدخى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربي أعلى ولسوف يرضى والطحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه أسفل ساحلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنا إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَاتِيَهُمُ الْبَيْنَى رسولٌ من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاتهم البينا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فينا لجهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذروة فمن يعمل مثقال ذروة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذروة من شر يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زغتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر ويل لكل همزة نمزا الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطما وما أدراك من الحطما نار الله الموقدا التي تطلع على الأفئدا إنها عليهم مؤصدا في عمد ممددا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب فيل ألم يجعل كيدهم في تطليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون ويمنعون الماعون إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شالياك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليه دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وإذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدانا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ملك الناس